أكد مفاوض عام وكالة الأنروا فيليب لازريني أن الوكالة لم تتمكن من التواصل مع فريقها في رفح الفلسطينية الليلة الماضية بسبب القصف الإسرائيلي لافتا إلى أن الصور التي تصل من هناك مروعة هذا وأضف لازريني أن قطاع غزة تحول إلى جحيم على الأرض مشيرا إلى أن الوكالة تكافح من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع هناك أكثر من مليون شخص نزحوا قصريا ونصف سكان غزة اضطروا للعيش على الطرقات وهم يعانون من أجل الوصول إلى المساعدات ونحن نوجه معاناة من أجل توصيل المساعدات بالأمس كان هناك صور مروعة لأشخاص كان هناك عدة ضحايا وكذلك أيضا بعض المستعمرات تعرضت للصواريخ ولقي بعض الأشخاص مسرحهم ولم نتمكن من التواصل معهم بسبب صعوبة في الاتصال ولم نتمكن من الوصول إلى الفرق العامل على الأرض الواقع لمعرفة التطورات ترجمة نانسي قنقر